عقد وزير الدفاع الفريق الروك المحسن الداعري بمدينة سيئون محافظة حضرموت اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية الأولى وقادة الألوية والوحدات والشعب التابع لها ونقل الوزير الداعري للجميع تحايا القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس مشيدا بالجاهزية والانضباط العالي والانسجام في أداء الواجب وتنفيذ المهام بين وحدات المنطقة العسكرية الأولى لفرض الأمن والاستقرار مشددا على بذل المزيد من الجهود لمكافحة التهريب الذي تنشط فيها ميليشيا الحوث الإرهابية وقال وزير الدفاع يجب علينا في القوات المسلحة أن نمثل كتلة صلبة بعيدة عن الحزبية والعصبية قادرة على حماية الوطن وأمنه واستقراره وأن نبتعد عن السياسة طالما نرتدي بذاتنا العسكرية وقام الوزير الداعري بجولة تفقدية في قيادة المنطقة العسكرية الأولى وللاطلاع على الجاهزية العسكرية والفنية ومعنويات منتسبية المنطقة في سياق آخر عقد وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا اجتماعا باللجنة الأمنية في مديريات وادي وصحراء حضرموت بحضور وكيل المحافظة سالم بن شرمان وأشهد وزير الدفاع بالاستقرار الأمني الذي تشهده حضرموت ودور الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ومدى الانسجام والتعاون المشترك بينها لتعزيز حالة الاستقرار مشددا على مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات ومتابعة وضبط المهربين كونهم يشكلون الخطر المحدق بالشباب والمستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر